قير لعادة زميلتنا ولا إحجاب ما يتعلق في فعالية قاموا فيها طالبات أيضا مميزات عنا في الأردن من مركز طبعا الهداية هذا المركز اللي قدم فعالية للسماء أن تمي مقارنة للأديان جولة من خلال معرض وموج السماء تعرض فيها مقارنة بين الدين الإسلامي والبوذي والمسيحي واليهودي كيف أنه من خلال المقارنة في العبادات في المناسك في الشعائر حتى في دفن الموتى وكيف برز بالنهاية من خلال هذه المجسمات جمالية الدين الإسلامي فلنشاهد هذا التقرير في هذا العرض فكرة معرض انطلقت من مركز الهداية القرآني اذ تضمن المعرض مقارنة في الديانات الأربعة اليهودية المسيحية البوذية والإسلام على صعيد العبادات، دفن الموتى، معاملة المرأة، النظافة وغيرها من الأمور لازم يقابل ربنا وبعدين نأخذه على المسجد ونصلي عليه لازم يكون المسلم كثير نظيف طبعا المسلم لا ينجس بس لأنه سيقابل رب العالمي لازم يكون أبها وحلة ممكنة الديانة اليهودية فيها أكثر من طائفة في الطائفة اللي هون هي الطائفة اللي بتحرق تحرق موتها بيكون عندهم محارق خاصة وغرف خاصة بالحرق هذه الغرفة بتحتوي على فرن بيكون فيها فتحتين الفتحة الأولى بيتدخل فيها الميت في صندوق خشبي أو كرتوني بيتدخل فيها وبتم حرق على درجات حرارة عالية إن اللافنة بالمعرض أن الإعداد له كان خلال أربعة أسابيع من العمل المتواصل من قبل طالبات لا تتجاوز أعمرهن 16 عاما مما كان لذلك من أثر واضح بثخرهن بأنفسهن بهذا العمل المتقن كان الشغل كتير حلو للمبادرة يعني إحنا بنشتغل كتير كنا حابين يعني متمنية وفكرتنا توصل لأكبر عدد ممكن للناس لأنها فكرة كتير حلوة وإحنا من هنا نوصل إن الإسلام هو أحسن دين بالديانات اشتغلنا وأنجزنا الشغل التفاعل بعدين إنه ما كنت متوقع إنه يعني كل هذا العدد يحضر للمعرض من جانبه أكد عدد من الحضور على تأثرهم خاصة وإنه كان هناك قسم خاص بالمرأة عند الديانات أنا أثر فيه بالمرأة إنه عندهم إنه بمؤيب يعني إذا الزاج مات لازم موت المرأة معاه إنه وفاءا إله ولولاد طبقهم أجد ذنبهم يعني إذا تنموت المرأة معهم يعني شرح السرسر بالولاد هذا وقد حازت زاوية العبادات على أكبر قدر ممكن من التأثير فعند معرفتهم أن هناك طوائف تعبد البقرة والفئرانة والشجرة والحجر خروا لله ساجدين حمدا على نعمة العقل والإسلام تخيل إنه في ناس يعني غيبت المنطق وغيبت الدين وغيبت أي شيء بينهم إنهم عم بيعبدوا الدجاج عم بيعبدوا العجل عم بيعبدوا البقرة عم بيعبدوا الفئران في كل طائفة منهم عم بيعبدوا حيوان معين لهو يعني ما بيملك إشي من الدنيا هو إنسان غيب يعني كحيوان شيء فقط يعني يملك الشهوة ولا يملك العقل فأنا كإنسان لما بعبد شيء يعني لا يملك عقل أساسا أنه يتحكم فيه فنزلت منزلتي من منزلة إنسان لمنزلة أدنى هنا أشارت مسؤولة مركز الهداية أن عدد الحضور كان يزيد عن مئة فرد يوميا بما فيهم عددا من الدكاترة الشريعة وطالبات المراكز الأخرى والأمهات بفضل الله أكثر من مركز جاء وحضر المعرض قدمنا لهم دعوات فيجوا تفرجوا طالبات المركز طلعوا كثيرين بهروا أنه بناتهم عندهم القداء أنهم ينجزوا هذا الشيء أن دورة العلم الشرعي والدكاترة اللي بيعطوا فيها دكاترة الجامعة أنه دكتورين دكتور بعطي مادتين هما ثلاث مواد فدكتور بعطي مادتين دكتور بعطي مادة طلعوا يعني أشاءت قدر لله عز وجل أنه دكتور مقارنة أديان في ماردة في العلم الشرعي اسمها مقارنة أديان بيعطيها دكتور محمد المومني دكتور يطلع وتفرج وحتى سمع الأشياء اللي بيحفظ طالبات كلها معلومات دقيقة وصحيحة بالحمد لله الدكتور عبد الرحيم طلب أنه ننقل المعرض لجامعة الزرقاء الأهلية وبعد جولتنا في مركز الهداية تبين لنا أن تميز هذا العمل جاء على أيدي طالبات وفر لهم المركز جماً من الإمكانيات لتجهيز هذا المعرض وعلى أيدي معلمات هممهم تناطح السحاب إذن للسماء أن تمي هو محاولة صادقة لزنع الانتماء للإسلام في العقل البشري وصولاً لتوحيد الخالق سبحانه ولا حجاب لبرنامج بيتكم راما كل أوامره تهدينا وتهدينا للخير ينهانا عن كل ضريق يأخذنا